طيب ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع الحكومة السورية وانضمام حكومة بشار الأسد إلى مؤتمر جنيف الثاني الذي من المعتقد من المنتظر أن يعقد في شهر يناير المقبل صحيفة الجارديان بتؤكد أن حكومة بشار الأسد ستنضم إلى مؤتمر جنيف الثاني ولكن الجيش الحر حتى الآن يرفض المشارك يعني تقارير متضاربة أستاذ عزة الأمم المتحدة بتقول أن الحكومة السورية والمعارضة هيجتمعوا لأول مرة في جنيف ولكن الجيش الحر بيقول أن احنا مش هنشارك في هذا المؤتمر الصحة أو الخبر الأدق فين يعني مرة تانية الأمم المتحدة بتؤلن عن موعد هو الـ 22 يناير المقبل من أجل عقد هذا المؤتمر هنعرفين أنه تم تحديد أكثر من معاد في الفترة الأخيرة لم يتم الإفاة بأي معاد منهم نتيجة الخلافات وخصوصا رفض المعارضة السورية والقوات العالى في سوريا من المعارضة لمشاركة النظام الحالي بشار الأسد في المؤتمر وزير الخارجية الفرنسي أعلن اليوم أنه بشار الأسد لن يشارك في مؤتمر جنيف لكن الصيغة نفسها بتاعت أن عدم المشاركة هل معنى ذلك أن الحكومة من الذي سيقوم مثل الحكومة السورية أعتقد أنه ده محل الخلاف لازال قائم عشان كده الجيش السوري الحر أعلن أنه لن يشارك لأنه الوضع على الأرض في سوريا واضح أنه بيميل تدريجيا إلى صالح القوات الحكومية وده مش مصطحة كل كافة أطياف المعارضة السورية في الوقت الحالي أنها تنتظر تحقيق مكسب تنتظر وصول أسلحة ربما من القوى الغربية لتعديل الأوضاع على الأرض لكن ده أعتقد أنه في المدى المستقبل المنظور ليس إمكانية تحقيقه قبل 22 يناير أعتقد أنه ده يعني غير واقعي وغير عملي وبالتالي أنا متوقع أنه هيحصل عرقالة جديدة لعقد المؤتمر طيب إحنا كان في تصريحات لواشنطن بخصوص هذا المؤتمر بتقول أنه واجب أن يكون جزءا من الترتيبات الخاصة بإنهاء الحرب الأهلية في سوريا أن يرحل بشار الأسد عن السلطة إزاي من المتوقع أن تشارك حكومة بشار الأسد في هذا المؤتمر ويكون أحد الشروط الأساسية لهذا المؤتمر أن ترحل حكومة بشار الأسد ده إحنا وإحنا بنبص الموضوع بنظرة منطقية نقول أنه صعب أن أنت تحط هذا الشرط في هذا المعاد وتتوقع نجاح مؤتمر جنيف 2 يعني هو المعارضة قابلت بفكرة حكومة انتقالية لكن زي ما نقولت في مكاسب على الأرض للقوات الحكومية بتجعل أنصار الأسد في سوريا بيروا استمراروا في السلطة بل أنهم يدعمون ترشيحه لفترة حكم جديدة في انتخابات 2014 فبالتالي لو حدث وأعتقد أن الحكومة السورية في موقف الحكومة الحالية في دمشق في موقف أقوى لفرض شروطها على مائدة التفاوض من حيث تشكيل الوفد الرسمي الذي سيمثل الحكومة السورية التنساشن المعارضة السورية تفتتت إلى أكثر من اتجاه في أنه اتجاه المدني العلماني وهناك الجيش الحر وهناك قيادة سياسية للجيش الحر أيضا لها مواقف مختلفة عن قيادة الجيش نفسه وهناك بالأمس تم الإعلان عن تشكيل فصيل معارض جديد من سبعة قوى إسلامية داخل تحارب في سوريا لتشكيل فصيل ليس القاعدة تنظيم القاعدة في سوريا وليس القوى المدنية فهناك فعليا هناك أكثر من ثلاث قوى مفترض أن تتفاوت فيما بينها لتمثيل المعارضة السورية في المؤتمر تفتكر إزاي الاتفاق الإيراني الأمريكي أو الإيراني الغربي هيأثر على مجريات الحرب الأهلية في سوريا يعني المسؤولين الإيرانيين بالأمس في أحد المسؤولين الإيرانيين تحدث بشكل واضح وقال أنه لم نتطرق في ما حدث من تقارب بين إيران والولايات المتحدة لإمكانية تدخل طهران في المسألة السورية وأن هذا نتعامل معه لأنه شيء منفصل أنه هناك قضايا منفصلة عن بعضها لا يجوز الربط ما بينها يمكن الربط دو جاي نتيجة أنه حدثك عارف أنه إيران قريبة جدا من روسيا روسيا تؤيد نظام الأسد وبالتالي ليس هناك مجال للطرفين وأيدان الأسد فليس مجال أن تفاوض الولايات المتحدة في ظل الدعم الروسي أن تفاوض إيران على تحقيق مكسب ما داخل سوريا أو إثناء الأسد عن مواقفه في وقت روسيا نفسها الحليفة إيران تؤيد بقوة النظام في دمشق فصل القضايا قد يكون ضروري في هذه اللحظة ربما تكون هذا أحد شروط التفاوض التي نجحت طهران في وضعها على المائدة أنه فصل القضايا عن بعضها والتعامل مع قضية النووي بعيدا عن قضايا قليمية أخرى طيب